تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في شهر آب من كل عام بعيد رقادي والدة الإله حيث تقام العديد من القداديس الإلهية ففي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس فلسوفية ترأس المتروبوليت في نذكتوس، متروبوليت في لذلفيا وسائر الأردن القداس الإلهي بعيد رقادي والدة الإله وعونه عدد من الأباء الكهنة بحضور جمع من المؤمنين وفي كنيسة رقادي العذراء للروم الأرثوذكس في المفرق ترأس المطران في ليمونس مخامري الوكيل البطريركي في شمال الأردن القداس الإلهي بعيد رقادي والدة الإله عاونه فيه الأبد دمتري السماوي راعي الكنيسة وتحدث المطران مخامرة في عيضته لأبناء الرعية عن أهمية هذه المناسبة وتكريم السيد العذراء في حياتنا أن العذراء مريم في الكنيسة الأرثوذكسية وفي العالم أجمع لها مكاننا خاصة المكانة التي أخذت العذراء مريم أخذتها في تجسد الكلمة ربي يسوع المسيح كون أن الله كان يبحث عن سيدة مستحقة وآهلة أن تحمل في أحشاها ربي يسوع المسيح وهكذا كما يقول الكتاب مقدس ولما حان من الزمان أرسل الله الملاك جبريل عذراء مريم وهكذا حقيقة أن الرب يسوع المسيح كان ينتظر سيدة كمثرة العذراء مريم بحياتها بقداستها في محبتها في طاعتها في صومها في صلاتها أيضا في تضحياتها وفي ذات السياق أقيم في كنيسة رقاد العذراء للروم الأرثوذوكس في منطقة ترميمين خدمة تقاريط والدة الإله ترأسها المتروبوليت فينيذكتوس، متروبوليت فيلدلفيا وسائر الأردن بحضور عدد من الآباء الكهنة حيث تحدث الأب الدكتور إبراهيم دبور بالنيابة عن سيادته عن المعنى الروحي لرقاد والدة الإله والتهيئة لاستقباله والعذراء مريم هي متألهة بالفكر بالحياة بالروح بالنفس بالجسد مشان هيك رفعها إلى السماء وهيك إحنا أيضا لما إحنا منخلص ومنجاهد زي ما جاهدت المريم العذراء بمحبتها ببتوليتها بفكرها بكل شي عملته وهيك إحنا أيضا نرتفع على السماء مريم العذراء هي أمنى وكيف الواحد لما برتم بحضن إمه مهما كان في ضرب بره ضرب وقنابل ولا زوابع ولا رياح ولا إيشي لا يشعر إلا بالحنان والدفع والأمان بحضن إمه إن ملاديك حافظت البتولية وصلتها وفي رفاديك ما أملت العالم وفي رفاديك ما أملت العالم لأنك تقال في الى الحياة وأنك أم الحياة هذه شفاعاتك ينطيب من الموت نفوسنا